السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في التمرير الرقم الرابعة من درس الاحتمال إذن نبدأ بقراءة موضايات التمرير يحتوي الكيس على 6 كرات مرقمة كما يلي 01-1-2-2-2 لا يمكن التمييز بينها باللمس نسحب من الكيس كراتين بالتتابع وبدون إحلال سؤال الأول أحسب احتمال الحدثين التاليين الكرات المسحوبتين تحميلين مع نفس الرقم بمجموعة رقمية الكرات المسحوبتين هو 2 السؤال الثاني أحسب احتمال سحب كراتين نحميلين نفس الرقم أو مجموعة رقميهما يساوي الجوج إذن نحاول الخصوص التمرير لدينا كيس في 6 كرات تحميل أرقام 0-1-2 إذن تجربة سحب كراتين بالتتابع وبدون إحلال إذن بالتتابع وبدون إحلال إذن هنا سنستعمل الترتيبة بدون تكرار ترتيبة بدون تكرار إذن يكون أوميغا كون إمكانية هذه الجريبة إذن الكاردينال دي الأوميغا يعني كون الإمكانيات شنو تساوي؟ لدينا ترتيبة بدون تكرار إذن نستعمل أ إذن سحب الجوج من 6 من جموعة الكرات إذن يستعمل الآلة الحاسبة أقلقوا العدد 30 سؤال الأول سنحسب احتمال الحادث أو الحادث بي إذن نبدأ بالحادث أ إذن الحادث أ الكرات المسحوبة تحملاني مع نفس الرقم إذن هناك نهتم بالأرقام يعني أخصني نحصل على نفس الرقم الأرقام اللي عندنا 0 1 2 إذن الصفر ما يمكنش لأننا عندنا كرة واحدة فقط تحمل الرقم 0 إذن تبقى لنا الرقم 1 والرقم جوج إذن الحادث الممكنة أننا سنسحبه كرتين تحملاني الرقم 1 أو كرتين تحملاني الرقم جوج وبالتالي الكاردينال دي الأوم إذن واحد واحد هنا ما عندناش مشكلة ديال الترتيب إذن قد نديره A جوج من القرات اللي كيحملوا الرقم 1 اللي هما جوج زائد A جوج من المجموعة القرات اللي كيحملوا الرقم جوج اللي هما ثلاثة إذن جوج زائد 6 أي 8 إذن احتمال الحادث A كيسوينا الكاردينال ديال A على الكاردينال ديال أوميغا أي 8 على 700 على 30 نختزلوا بالعدد جوج تبقى لنا 4 على 15 الآن نشوفوا الحادث B إذن الحادث B مجموعة رقمي الكاردين المسحوبتين يساوي جوج كيساوي جوج يعني الإمكانيات اللي ستكون عندنا يعني 1 و1 1 زائد 1 كيساوي جوج وغادي يكون عندنا صافر جوج إذن صافر زائد جوج كيساوي لنا الجوج إذن هذه هما الإمكانيات اللي كايني إذن نقصد نتابهوا لأننا عندنا السحب بالتتابع وبدون إحلال يعني غي يكون عندنا ترتيب إذن ممكن نسحب صافر الكرة اللي كتحمل رقم صافر ومن بعد بالصحبة الثانية نسحب الكرة اللي كتحمل رقم جوج أو نسحب الكرة اللي كتحمل رقم جوج وبالصحبة الثانية اللي كتحمل رقم صافر إذن هذه مهمة بصافر إذن نحسبو الكاردينال ديال بي إذن الكاردينال ديال نبدأ بواحد وواحد إذن يكون عندنا أ إذن ما عندناش مشكلة ديال الترتيب إذن يكون عندنا أ جوج من جوج زائد إذن هنا يكون لدينا مشكلة دية الترتيب هل نبجوج عندهم نفس الاحتمال إذن نضربه جوج إذن نسحبه كرة كتحمل رقم واحد وكرة كتحمل رقم جوج أي A1 من 1 والكرة اللي كتحمل رقم جوج 1 من 3 إذن نعوضه جوج زائد جوج مضربة في 3 أي تساوي العدد 8 إذن احتمال ديال الحدث بي كي سألنا الكاردينال ديال بي على الكاردينال ديال أوميجا أي 8 على 30 كنختزل بالعدد جوج يبقى أننا 4 على 15 الآن دابا غريبين دزول السؤال الثاني إذن السؤال الثاني أحسب احتمال ساحب كرتين تحميلة لنفس الرقم أو مجموعة رقميهما يساوي جوج يعني الاتحاد ديال الحدثين إذن حساب احتمال إذن نأخذين بنسبة للحادث اللي عندنا هنا هو سيكون اتحاد بي يعني الكرتان المسحوبتان تحميلان معا نفس الرقم أو مجموع رقميهما يساوي جوج إذن هاتسؤال هدف حقا عندنا طريقتين باش نحسبوه الآن دابا غريبين درو الطريقة الأولى وغريبين با نشوفو الطريقة الثانية إذن الكاردنال أو للاحتمال ديال ا تحاد بي حسب العلاقة فهو بيدية ال ا زائد بيدية ال بي ناقص بيدية ال ا تقاطع ديال بي إذن عندنا بيد ا وعندنا بيد بي وغيرا نقلبه على بيدية ال ا تقاطع بي إذن بيدية ال ا تقاطع بي شنو سيعني شنو كيعني الحادث A تقاطع B A تقاطع B يعني A و B يعني الحادثين يتحققوا في نفس الوقت إذن الكرة المسحوبتان تحميل لنفس الرقم ومجموعة رقمها هما يساوي جوج إذن الكرة المسحوبتان تحميلان نفس الرقم وهذه مهمة بثاف مجموع رقمي هما يساوي جوج إذن الإمكانية الوحيدة اللي عدنا في هذه الحالة هما الكرة واحد واحد إذن الكرة تحميل لنفس الرقم والمجموعة ديالهم تساوي جوج الصفر جوج ما يمكنش لأن الكرتان ما عدناش نفس الرقم هنا إذن هذه الحالة غير ممكنة إذن الحالة الوحيدة هي كرتان تحميلاني نفس الرقم ومجموعة رقمها هما يساوي جوج وبالتالي فالكاردينال ديال أ تقاطع بي إذن هو أ ديال جوج من جوج أي العدد إثنان وبالتالي بي ديال أ تقاطع بي كي ساوي إثنان يعني الكاردينال ديال أ تقاطع بي على الكاردينال ديال أوميغا أي إثنان على سالة أي واحد على خمستاش إذن هنا كيمكننا نسنجو هدنا بي ديال أ تيحد بي أي الاحتمال اللي كنقلب عليه هو بي ديال أ زائد بي ديال بي زائد بي ديال أ أو لناقص بي ديال أ تقاطع بي إذن كنعود هنا أدنا 4 على 15 زائد 4 على 15 ناقص 1 على 15 إذن المجموعة سيضعنا 7 على 15 الآن سنرى الطريقة الثانية إذن طريقة ثانية إذن الطريقة الثانية سنعطي برواحد الحدث لدي سحب كرتين تحميلان نفس الرقم أو 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 مجموعة رقميهما يساوي جوج إذن سنرى جميع الحالات الممكنة إذن سحب كرتين تحميلين نفس الرقم يكون لدينا واحد وواحد أو صفر جوج أو اثنان اثنان إذن كرتين تحميل نفس الرقم أو مجموعة رقميهما يساوي جوج إذن ثلاثة دي الإمكانيات عدنا إذن هنا عدنا ترتيبة بدون تكرار يعني هنا يكون عدنا إما صفر جوج ولا جوج صفر يعني من جوج زائد إذن هنا عدنا هنضربه في العدد جوج لأننا عدنا إما صفر جوج أو جوج صفر الترتيبة الترتيب إذن جوج في A ديال واحد من واحد A ديال واحد من ثلاثة نسبة الكرة التي تحمل الرقم جوج زائد ما لدينا مشكلة ترتيب لأن جوج جوج زائد A جوج من ثلاثة إذن غنحسب بعد شي هذا فغتلقى جوج زائد جوج ثلاثة زائد S إذن غتلقى جوج زائد S زائد S اللي هي 14 وبالتالي P ديال دي هي الكاردينال ديال دي على الكاردينال ديال أوميغا أي 14 على 30 إذن هنا كان نختاز بالعدد إذنان تبقى هنا 7 على 15 ويا نفس النتيجة اللي لقينا في الطريقة الأولى